خرجوا من خدمة بقى تقريبا عندهم عشرة يمكن ولا تمانية دول كمان هيخرجوا من خدمة يومين ثلاثة اللي جايين امام صمت ومباركة صمت دولي ومباركة غربية امريكية على الجرائم ادي مستشفيات اهم مستشفيات اهو عندك مستشفى اندونيسي خلاص العودة خلاص الاندونيسي خلاص الشفاء النهاردة القدس النصر الاطفال انت لما تشوف ده دول مجموعة من المستشفيات بقت الناس النهاردة ملهاش مكان يقويها الا المستشفيات تروح دخلة تقعد في الطرقات لانه ما عندهمش مكان يقويهم خلاص نزحوا تم تهجيرهم قصريا من الشمال من بيوتهم طب النهاردة لو انت بتقول مش هعمل تهجير قصري طب ما ترجحهم لبيوتهم تاني شمالا يعني المليون وستة من عشرة اللي جم من الشمال خلاص انت خلصت وهديت البيوت يرجعوا تاني يشوفوا حلهم اللي عنده بيت ولا يقدر يعمل ترميم لبيوت يرجع مكانه تاني لا لن يعودوا مرة اخرى الى الشمال واللي بيخرج تاني النهاردة للجنوب مش هيرجع ده رايح للجنوب رايح للجنوب غزة المعركة القادمة هي معركة جنوب غزة لقدامك كده الجنوب ده رايحينه رايح لخان يونس الى رفح ده الايم الجاية دي المعركة القادمة دي الصدمة الاخرى فالنهاردة نتانياهو فشل زي ما هو فشل من يوم سبعة من يوم سبعة نتانياهو لم يحقق اي شيء كل اللي عمله الانتصار اللي عمله نتانياهو من وجهة نظره قتل الاطفال قتل النساء اتناشر الف شهيد منهم ست الاف طفل ست الاف طفل الاثنين وتلاتين تلاتين تلاتين الف مصاب منهم تمن تسعة تلاف طفل وفيه اكتر من الفين طفل تحت الانقاض ما حدش عارف يخرجهم تحللوا ده انتصارات نتانياهو يعني اللي شفتنا قيادة من حماس كل اللي بيقولوه بالمناسبة اوهام حماس قيادتها موجودة موجودة ما فيش قيادة من اللي هم بيتكلموا عليها حد النهاردة لا مسكوا حد ولا وصلوا لحد ده حماس عندها الكنز اللي مسكوه لما دخلوا معسكرات جيش الاحتلال اللي هو فيه معلومات بتاعتهم فيه تفاصيل كتيرة جدا وفيه معلومات كتيرة جدا وكل معلومات خاصة به تحركاتهم عند حماس بيدوروا عليه مش هيلقوه خلاص اللي خات حاجة هيرجحها هيشيلها يعني في خندق ولا زمانها طارت طارت بيدوروا على ده على الكنز ده اللي بقى فيه حماس طب انت النهاردة تكلمت وقلت مع الامريكان احنا حققنا حققت ايه؟ لم تحقق اي شيء فيش اي شيء حصل ده عندك النهاردة مظاهرات على مدار الوقت مظاهرتين واحدة من الاسر او اهالي الاسرة بتهتف خرج الاسرة واعمل صفقة ويلا عايزين ولادني يرجعون والمظاهرة التانية جنبها على طول بهتفات لاسخاط نتنياهو النهاردة فيه داخل اسرائيل انقلاب على نتنياهو حتى المعارضة بتشتم نتنياهو المعارضة كلها النهاردة بتتكلم على وجوده اصبح خطر على الامن القوم الاسرائيلي يتكلموا كده النهاردة مظاهرات في امريكا